أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر عملت بجهد دقوب منذ مؤتمر أطراف شرم الشيخ عام 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعي لسياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 وأشار رئيس السيسي في كلمته أمام مؤتمر التنوع البيولوجي بالصين إلى أنه على رغم من التحاديات التي مثلتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين فقد استطاعت رئاسة المصرية للمؤتمر تحقيق إنجازات ملموسة على هذا الصعيد تقييم العالم الأخير لحالة التنوع البيولوجي الصادر عن المنبر الحكومي الدولي لعلوم وسياسات التنوع البيولوجي لدق ناقوس الخطر إذا التظاهر السريع الذي يشهده التنوع البيولوجي في السنوات الأخيرة والذي أصبح ينذر بكارثة عالمية ما لم تعزز دول العالم أجمع من جهودها لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج وبعليها أكثر استدامة وأكثر وعيا بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وسلامة الأنظمة الحيوية لمستقبلنا على هذا الكوكب وإدراكا منها لذلك فقد عملت مصه بجهد دقوب منذ مؤتمر أطراف شرم الشيخ في عام 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعي لسياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بعليات واضحة للتنفيذ وعلى الرغم من التحديات التي مثلتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين فقد استطاعت الرئاسة المصرية للمؤتمر تحقيق إنجازات ملموسة على هذا الصعيد ترجمة نانسي قنقر